الانجليزي مارك لاتنبرج رئيس لجنة الحكام الجديد هيعقد اجتماع او جلسة مع الكابتن عسام عبد الفتاح اليوم ان شاء الله الحد عشان يحسموا الجدل تماما في مصير هدف بيرسي تاو لعب الاهلي طبعا هو الاجتماع يبي في حاجة كتيرة بس في الاجتماع في باندم في الاجتماع انه هيشوفوا الهدف بتاع بيرسي تاو لعب الاهلي اللي سجلوا في شباك فاركو انتوا فكرين طبعا حسب تسلل رغم ان كل خبراء التحكيم قالوا ان هو مش تسلل هيشوفوا بقى هل هي فعلا حالة صحيحة ولا حالة خطئة حالة صحيحة اقصد بيها انه الحكم او طاكم التحكيم اتخذ القرار الصحيح فيها ولا اتخذ القرار الخاطئ فيها وساعتها هيعقبوا او يشوف العقوبة المناسبة لطاكم التحكيم وتحديدا تحديدا حكم الفار اللي كان موجود فيه او حكم المساعد اللي كان موجود على الفار ده تحديدا اللي لازم يتعاقب وشان هو ده اللي رجع الحكم وطاكم التحكيم انه هو اللي يتلغي الهدف رغم انه طاكم التحكيم اللي كان موجود في ارض الملعب احتسب الهدف احتسب الهدف اشتركوا في القناة